موسيقى أهلا بكم حلقة جديدة من السلطة الرابعة جولة جديدة في المواقع المختلفة البداية بأبرز العناوين في وكالة سبوتنك الروسية ما هي شروط الحوثيين لقبول المفاوضات مع السعودية وفي القدس العربي حكومة الرئيس هادي تعيش وضعا حرجا بين مطرقة الإنقلاب الحوثي وسندان القوات الإماراتية وفي سبق الإلكترونية ميليشيا الحوثي تعمل على تحويل اليمن لبيئة طائفية معادية لمحيطها العربي أما في العاصمة أولاين أديب يمني يعلن بيع مكتبته الشخصية لسداد ما عليه من ديون موسيقى موسيقى مرحبا بكم البداية من صحيفة القدس العربية التي تقول تمر الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدرب منصور هادي بأسوأ حالاتها منذ اندلاع الحرب اليمنية عام 2015 فلهي حققت حلم تحرير كافة أرجاء البلاد من الإنقلابيين الحوثيين ولهي استطاعت العودة والاستقرار في المناطق التي حررتها منهم ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك تقول الصحيفة هو أن طرفا آخر دخل على خط الأزمة اليمنية وهيمن على الوضع في البلاد قال مصدر سياسي للقدس العربي إن الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدرب منصور هادي وصلت إلى وضع حرج في المحافظات الجنوبية التي تعد ضمن مناطق سيطرتها بشكل قد يوازي الوضع في المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين الحوثيين منذ 2015 أوضح المصدر أن أقل توصيف لحكومة الرئيس هادي هي أنها حكومة منفى لأنها لا تستطيع الاستقرار في الداخل اليمني ولا تستطيع اتخاذ القرار بذلك ذلك أن المتحكم بالوضع هناك طرف آخر خارجي لا يرغب هذا الطرف في استقرار الحكومة اليمنية بالداخل بل يعمل على تقويضها وهو أمر في غاية الخطورة أسفر هذا الوضع عن وقوع تداعيات خطيرة بالشأن اليمني حيث أصبحت القوات الإماراتية التي تدخلت في اليمن بغرض استعادة الحكومة الشرعية أصبحت هي المعرقل الرئيس لعودتها ووصل الحال في بعض المحافظات الجنوبية إلى وصفها بقوات الاحتلال كما هو الحال في محافظة سقطراء اليمنية التي لم يعد للحكومة اليمنية فيها حضور فعلي وأصبح الحاكم المتحكم الفعلي فيها هي القوات الإماراتية والتي حولتها إلى قاعدة عسكرية لها بدون موافقة الحكومة اليمنية كما قامت بإنشاء قاعدة عسكرية أخرى في جزيرة ميون جنوبي البحر الأحمر وذكر مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن هويته تقول الصحيفة ذكر أن الحكومة اليمنية أصبحت تعيش بين المطرقة والسندان بين مطرقة الحوثي وسندان القوات الإماراتية وأنها في حقيقة الأمر أصبحت فاقدة القرار لأنها لم تعد تستطيع اتخاذ أي قرار بالشأن الداخلي لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الأمني ولا على الصعيد السياسي تقول صحيفة الشرق الأوسط إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث لا يزال يتشبث بإمكانية التوصل إلى حل سلمي رغم المؤشرات المنذرة بفشل مساعيه وذلك لعدم جدية مليشيا الحوث الإنقلابية في الجنوح إلى السلام وقيامها بترجمة ذلك عمليا بإطلاق أحد عشر صاروخا باليستيا على المدن السعودية وشن هجوم بحري على ناقلة للنفط خلال أسبوعين فقط من بدء مهمته الأممية يستمر الإصرار الحوثي رسميا تقول الصحيفة على خيار الحرب حيث قال المتحدث العسكري باسم الجماعة الإنقلابية شرف لقمان إن ثمت مزيدا من التصعيد الصاروخي والهجمات البرية البحرية والجوية ضمن ما وصفته بالخيارات العسكرية الكثيرة تقول الصحيفة لم تبدي المليشيا خلال جولات التفاوض السابقة التي قادها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في جينيف والكويت لم تبدي رغبة في إنهاء الإنقلاب إذ رفضت في نهاية مفاوضات الكويت عام 2016 رفضت التوقيع في اللحظات الأخيرة على اتفاق ناجز للسلام كان قد اقترحه ولد الشيخ لا تمانع الجماعة من التوصل إلى صفقة سياسية شكلية مع الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية المؤيدة لها إلا أنها ترفض بشدة الإنصياع لأي اتفاق يشمل الجوانب الأمنية والعسكرية وذلك بسبب حرصها على الاحتفاظ بقوتها العسكرية وبالأسلحة التي نهبتها من معسكرات الجيش وبالإبقاء على مسلحيها في المدن والمؤسسات الحكومية ورغم التفاؤل الذي يسود الدوائر الدبلوماسية الغربية على وجه الخصوص بأن المبعوث جريفث سيتمكن من إنجاز ما أخفق فيه سلفه ولد الشيخ لإبرام اتفاق سلام في اليمن إلا أن المؤشرات تنذر بعكس ذلك تقول الصحيفة فإصرار الميليشيا على التصعيد العسكري لا يشي بأن لديها نوايا للتخلي عن مكاسب الانقلاب بل يؤكد عكس ذلك من خلال استمرارها الحثيث في عملية تثبيت أقدامها في مناطق سيطرتها على كل المستويات إلى جانب مضيها في فرض صبغتها الطائفية وثقافتها الإيرانية على مكونات المجتمع وعلى مؤسسات الدولة المحتلة من عناصرها وضع مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس السياسي لجماعة الحثيين في اليمن حسين العزي وضع شرطا وحيدا أمام المملكة العربية السعودية لقبول الجلوس على طاولة حوار أكد العزي في حديث لوكالة سبوتنك الروسية أن حركته مستعدة لسلام بشرط وقف التدخلات في اليمن ومراعاة كرامة الشعب اليمني قائلا إذا توقف العدوان فمن الطبيعي أن تتوقف ردة الفعل وهي الدفاع نحن لم نقم بالاعتداء على دول التحالف الطرف الآخر هو من اعتدى ونحن ندافع نحن مستعدون لسلام السلام المشرف الذي يراعي كبرياء الشعب اليمني ويضع حدا لهذه التدخلات في شؤون اليمن وتعقيبا على الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي للأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة الحوار قال العزي لا نفاوض عبد الملك المخلافي أو الأطراف الأخرى هذه كلها أدوات لا تملك قرار من يملك قرار الحرب عند الطرف الآخر هو السعودية هذا شيء معروف فإذا كانت السعودية تريد السلام فمن المؤكد أن هذا سيساهم في عملية السلام في اليمن وحول الدور العماني في الوساطة بين الحوثيين والسعودية قال القيادي الحوثي عمان تلعب دورا إيجابيا في هذا الاتجاه لكن فيما يتعلق بأن هناك تواصلا بين الحوثيين والسعودية بشكل مباشر قال أعتقد أن الأمور لا زالت في مكانها مردفا الآن القناة الرئيسية للمفاوضات والمشاورات للسلام هي الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاصة السيد مارتين جريفث ومن المفترض أن يقدم إحاطة لمجلس الأمن في السابع عشر من أبريل نيسان ثم يعود مجددا إلى اليمن بعد أن يلتقي بالأطراف الأخرى وفي هذه الحالة سنقف على ما لديه صحيفة سبق الإلكترونية قالت أن مصادر إعلامية في الداخل اليمني أكدت أن ميليشيا الإنقلاب الحوثية التي تدعم من إيران تعمل ليل النهار على تحويل الدولة اليمنية والمجتمع اليمني إلى بيئة حاضنة للمشروع الإيراني أوضحت مجلة المنبر اليمني الشهرية في عددها الثاني عشر الصادر في شهر رجب أن ميليشيا الإنقلاب دأبت على إحلال عشرات الآلاف من عناصرها في الوظائف العليا للدولة وبحسب الموقع فقد حذرت المجلة من أن عملية الإحلال الوظيفي لقطاعات الدولة في جميع مؤسساتها قائمة على قدم وساق عبر التعيينات التي تستهدف إقصاء كوادري ومسؤولي المؤتمر الشعبي العام والكوادري ذات التوجهات المحايدة أو المنتمية لمكونات أخرى تعمل على استبدالهم بعناصر شديدة الولاء لفكر الجماعة بيّنت المجلة أن ما يطلق عليه حوثنة المجتمع يشير إلى تحويل المجتمع اليمني في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الإنقلاب إلى بيئة حاضنة لمشروع الحوثي للخلفية العقائدية التابعة لفكرة ولاية الفقه بيّنت أن الشعب اليمني يتعرض لتجريف طائفي غير مسبوق وقالت المجلة أن الدورات الطائفية التي تفرضها ميليشيا الحوثي على المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وعلى مكونات المجتمع اليمني نساء ورجال تعد أخطر ما يهدد الشعب اليمني ومحيطه العربي بيّنت المجلة أن عاصفة الحزم قوضت آمال الميليشيا الحوثية وحلم إيران في السيطرة على كامل اليمن نواهت المجلة إلى أن بقاء الحوثي مسيطرا على المحافظات اليمنية الأعلى عددا من حيث السكان يمثل تحديا كبيرا للشرعية ويفرض عليها سرعة الحسم العسكري أخيرا أديب يمني يعلن بيع مكتبته الشخصية لسداد ما عليه من ديون بهذا العنوان تنول العاصمة أولاين خبرا يقول فيه إن الأديب والشاعر اليمني ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين محمد القعود أعلن بيع مكتبته الشخصية لسداد ما عليه من ديون والتزامات قال الشاعر القعود قررت أنا المدعوم محمد القعود المصاب بلعنة الثقافة قررت بيع مكتبتي التي تحتوي على ما يقترب من ثمانية ألاف كتاب في مختلف مجالات المعرفة والثقافة وأوضح القعود سبب عرض مكتبته الشخصية للبيع قائلا قررت بيعها لأسدد بعض الديون التي تراكمت علي وفي مقدمة ذلك إجار الشقة التي أسكن فيها والتي أصبحت مهددا بإخراج منها خلال الأيام القادمة لعدم تسديد إجارها منذ ما يقترب من عام مؤكدا أن المعاناة لم تعد تطاق وأن الظروف القاسية التي نعيشها في وطننا المكلوم تواصل غرس أنيابها ومخالبها في أجسادنا وأجساد أطفالنا نهاية جولتنا لهذا اليوم السلطة الرابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة